السلام عليكم أعزائي طلاب وضلوات الصف الأول المتوسط نتقل لهم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني مادة سوبرغول والسؤال الأول reading read the following passage أقرأ القطعة التالية and answer the question below وأجب عن الأسئلة تحتها صالح lived in a big house صالح يعيش في بيت كبير it is in riad في الرياض there is a nice garden behind the house يوجد حديقة جميلة خلف المنذل his wife Amel water the flowers every morning زوجته أمل تسقي الورد كل صباح they have breakfast in the garden on Saturday في يوم الخميس يقومون بالإفضار في الحديقة his leila likes picking up flowers his son Omar إذن ليلة بنته تحب التقاط أو جمع الورد his son Omar plays with his ball أما ابنه عمر فيقوم باللعب بالكرة نجيب عن الأسئلة صالح lived أو صالح lived in a big house apartment كيف صالح يعيش في منذل كبير أم شقة كبيرة أم يعيش في كهف كبير صالح يعيش في big house إذن نختار كلمة house number two أمل صلاح's mother wife I'm grand mother أمل ما صلتها بصلاح هل هي his mother أمه أم زوجته I'm grand mother أم جدته هذه زوجته wife إذن أمل صالح's wife زوجة صالح number three ليلة بنت صالح ابنته like نقط flower watering flower تسقي الورد I'm eating flower أم تأكل الورد I'm picking up flowers أم جمع الورود تقوم ليلة بعملية جمع الورود picking up جمع أو التقاط الورود number four there is a garden يوجد حديقة near the house بالقرب من المنزل أم behind the house أم خلف المنزل أم between the house أي بين المنزل طبعا يوجد حديقة behind the house أي خلف المنزل number five صالح the house is in منزل صالح يوجد في دمام جدة أم الرياض منزل صالح يوجد في الرياض ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة we live in on for the 12th floor نحن نعيش نختر هنا الحرف المناسب in or on or for مع المباني مع الطوابق نختار دائما on we live on the 12th floor إذن مع الطوابق أو مع المباني نستخدم دائما الحرف حرف الجر on number two if am are there curtains in the kitchen هنا يتضح لدي أن كلمة curtains هذه جمع إذن نستخدم الفعل المساعد الذي يسأل عن الجمع فأقول are zero are zero curtains in the kitchen فنستخدم are number three there is are am trees in the yard هنا أيضا كلمة trees جمع إذن لابد أن نستخدم مع زير الفعل المساعد في حالة الجمع فنقول there are there are trees in the yard أما إذا كان هنا مفرد tree فقط فنقول there is a tree number four healthy food is الطعام الصحي is good better best than fast food هنا لدينا كلمة than وكلمة than دائما يأتي معها bitter bitter than number five we read نحن نقرأ or and but write in the class نحن نقرأ و أو ولكن هنا we read and write نحن نقرأ ونكتب في in the class في الفصل number six do you write with a pencil هل تكتب بالقلم الرصاص or and but a bin هنا الخيار بين اثنين بين البن والبنسل إذن أختار الحرف or هل أنت تكتب بالقلم الرصاص أم بقلم الحبر فنختار or هنا number seven أهمد if that نلاحظ هنا كلمة that وبعد that يأتي تأتي الصفة مضاف إليها est فأقول أهمد if the tall I'm taller I'm tallest فأقول أهمد if the tallest student in the class يعني أحمد أطول تلميذ في الفصل فمع ذا تأتي بعدها الصفة مضاف إليها est للمنبالغة number eight there there isn't aren't am not there is not are not am not in flowers in the dining room هنا نلاحظ كلمة flowers المراد بها هي جمع فمع الجمع لابد أن تكون بعد there يأتي الفعل المساعدة الذي يدل على الجمع وهو are فأقول there aren't لا يوجد in flowers لا يوجد أي ظهور in the dining room في غرفة الطعام number nine سامي إذ سمارت سمارتر سمارتست يعني سامي هل هو زكي أم أسكى أم الأسكى فنقول سامي إذ سمارت لأن هنا لا يوجد مقارنة بينه وبين أحد فنختار الصفة في وضعها الطبيعي بدون مبالغة أي بدون أن نبالغ في الصفة فسامي إذ سمارت أما إذا كان هنا زا بعدها فنقول سامي إذ ذا إذن نختار the سمارتست أو إذا كانت توجد زان مقارنة بينه وبين أحد فنقول سامي إذ سمارتر زان هذ برازر وهكذا number ten ali lives in on from جدة هنا مع الأماكن دائما نختار in نختار الحرف in ali lives in جدة مع المدن والأماكن نختار in كحرف جر number three do as shown between practice أكمل بما هو بطلوب بين القوسين number one correct صح there are a tv in the living room وهنا نلاحظ أن كلمة tv هذه مفرد فبما أنه مفرد فنقول there is وليس there are لأن كلمة tv كلمة مفردة ومع المفرد نختار is number two would you like coffee and tea هنا هذا السؤال عندما تقوم في الكافي أو في المطعم أو في الكافي شوب فيسألك الويترس أو الويتر فيقول لك would you like coffee and tea هل تحب القهوة والشاي هذه الخطأ هنا كلمة and والمفروض or يعني هل تريد أن تشرب كافي قهوة أم تشرب شاي number three I live in main street وهنا الخطأ في كلمة in ومع الشوارع نختار on I live on main street أي في الشارع الرئيسي I live on main street number four summer is the hotel time أو there هنا كلمة hotel خطأ لأن بعد ذا يأتي تأتي الصفة مضاف إليها est فنقول summer is the hottest time أو the year يعني فصل الصيف هو الأشد حرارة طول العام be make a question than answer يعني قم بوضع سؤال ثم أجب عليه there is a disk in the bedroom يوجد هناك درج في غرفة النوم فالسؤال يكون if there a disk in the bedroom هل يوجد هناك درج داخل أو في غرفة النوم وتكون الإجابة مثلا there yes there is yes there is see use but استخدم أداة الربط but يعني لكن I can speak English I can't speak French فنستخدمها بين الجملتين فأقول I can speak English but I can't speak French يعني أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية لكن لا أستطيع أن أتحدث الفرنسية D choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة the rouge is under or on the table the rouge is under the table فنختار كلمة under بمعنى تحت أو زراج under the fox is between or next to the tree الثعلب هل يوجد بين الشجرة أم بجانب الشجرة next to بجانب الشجرة next to the tree سؤال التالي write the missing letters أكتب الحروف المفقودة أو الناقصة كلمة microwave microwave ينقصها حرف V microwave فنكتب V هنا في النقط number two كلمة closet closet ينقصها حرف بعد ذلك كلمة ينقصها حرف بمعنى غسالة number five and scrumble the words سأعد ترتيب هذه الحروف لتكون كلمات ولدينا l a m l وهذه كلمة مول يعني مكان التسوق هنا k r b فهنا عند ترتيبها تصبح barc barc منتزه number three هنا لدينا o o o عند ترتيب هذه الحروف تعطينا كلمة book story book story يعني مكان لبيع الكتب number five write the correct word for each picture اكتب الكلمة الصحيحة تحت كل صورة من هذه الصور sofa super market bathtub لدينا هنا الصورة الاولى هذه تعبر عن super market مكان بيع البقالة الصورة الثانية تعبر عن الكنبة الكبيرة number six choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة a place to eat مكان للأكل او مكان يمكن انه اكل فيه هل هو البنك ام الريستوران هو الريستوران المطعم number two a place to take a walk مكان يمكن ان امشي به او اتمشي به هل هو المدرسة ام البارك البارك هو المكان الذي يمكن ان امشي فيه هكذا اعزائي نكون قد انهينا هذا النموذج من اختبار مادة اللغة الانجليزية القاكم على خير باذن الله في اختبارات مواد اخرى تابعونا ليصلكم كل جديد وادعمونا بالاعجاب تمتم في امان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة شكرا